بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن موليكلور سيمتري. يعني تماثل الجزيئي. في اي جزيء لما بنيجي ندرس منهج السيمتري. بيهمنا ان احنا ندور على خمس عناصر هما سيمتري المانت. والخمس عناصر دولة بنرمز لهم بالرموز اي ومعناها ايدنتي. وهنفهم بعد شوية يعني ايه? ومعناها بلين اوف سيمتري. اي ومعناها انفرجان سنتر. سي ان ومعناها اكسز اوف سيمتري واس ان معناها روتيشن ريفليكشن اكسز. ايه معنى السيمتري المانتز دهيت? وازاي بنطبقها داخل الجزيء? ده اللي هنعرفه حالا. دايما لما يجي يكلمك عن السيمتري المانتز هيكلمك عن سيمتري اوبريشنز. لان اي سيمتري المانت ملهوش معناه غير لما يكون بيؤدي اوبريشن معين. فهنا هيكتب لك في الكتاب دايما ان اسيمتري المانت is aligned a plane or a point in or through an object. هو خط او نقطة او مستوى في داخل اه شيء او جزيء. about which a rotation or reflection leaves an object in an orientation indistinguishable. يعني غير متميز from the original one. يعني السيمتري المانت اللي هيكون موجود عندك في الجزيء بيؤدي سيمتري اوبريشن معينة تؤدي للجزيء انه يكون على شكل او يكون على وضع غير متميز عن الاصلي. مش مطابق له لكن غير متميز عنه. هنفهم بعد شوية ايه الفرق بين المطابقة وعدم التميز. طبعا لما نقول انه بيتم عملية rotation يعني دوران او reflection يعني انعكاس حوالين ال line او البلين او ال point اللي احنا بنشوفها داخل الجزيء. يعني احنا بنتكلم على symmetry operation. symmetry operation بتاعتنا هي هتكون rotation دوراني هتكون reflection انعكاس. حوالين ايه? حوالين نقطة او حوالين مستوى او حوالين محور. تمام? فاحنا كنا قلنا ان symmetry elements بتاعتنا هم خمسة اللي هنبدأل ندور عليهم في اي مليكلة. اول واحد فيهم رمزنا له بالرمز ايه? وقلنا ان ده هو ومعناها ان معناه the original orientation. يعني الشكل الاصلي بتاع الجزيء. تمام? يعني ازا عندنا الجزيء لا يحتوي الا على وضعه الاساسي الاصلي. فاحنا بنسمينا عنده symmetry element واحد هو الاي. هنشوف بعد شوية مثال هيوضح لنا ازاي ان الجزيء مفهوش اي عناصر تماثل غير الاي. وبعد كده قلنا ان تاني عنصر من عناصر التماثل هو sigma. وده بين يعني مستوى تماثل. وده تقدر تعتبره انك كأنك بتقطع الجزيء بتاعك بمستوى. اعتبر المستوى ده مراية اعتبره آآ ورقة مستطيلة بتقطع بيها الجزيء بتاعك. الى جزئين متماثلين. فهنا هتلاقي تعريفو. the reflection operation is coincidence of atoms on one side of the plane with the corresponding atoms on the other side. يعني هتلاقي ان لما بتحط البلينوف سيمتري داخل الجزيء بتجد ان دايما الاتمز اللي على one side متابقة للاتمز on the other side. بالنسبة الاي اللي هي inversion point. نقطة انقلاب. فهتلاقي ان each atom موجودة في الجزيء بتاعك تقدر توصلها بخط المستقيم لحد الانفرجن point بتاعتك. وتمدل خط المستقيم نفس المسافة في الاتجاه المعاكس هتلاقيقات مكافأة لها تماما. طبعا لحد الوقت هتحسن الكلام كتير والتعريفات كتيرة بالامثلة اللي هناخدها هيتضح كل شيء. المهم يكون في زهنك الان تخيل لايه هي السيمتري element. الاي يعني بتاعت المركب ما فيش اي تغيير حصل عليه. سيجما يعني عندك بلينوف سيمتري حطيته داخل الجزيء. فالجزء اللي على الجزء من الزرات اللي على احد الجوانب مكافئ تماما للزرات الاخرى اللي على الجانب الاخر. الاي هو نقطة انقلاب. فاي اتم في المركب هتوصلها خط مستقيم لحد نقطة الانقلاب. وتمد الخط على نفس الاستقامة. نفس المسافة لازم تلاقي زر مقابلة لها مكافأة لها. رابع سيمتري element عندنا هو يعني محور دوران. يعني كأنك بتضع محور وبتدور بزاوية الدوران معينة. فتلاقي ان الجزء بتاعك الزرات بتاعته وضع رجعت لوضع لا يمكن تمييزه عن الوضع الاصلي. مشابه تماما للوضع الاصلي بتاعها. فطبعا الدوران بيكون بالزاوية هي تلتمية وستين درجة على ان. حيث ان دي هنعرف معناها اي بعد شوية. وهذا الدوران تمام? اخر سيمتري المنت هتدور عليه داخل المركب بتاعك هو الاس ان. وده بنسميه او تعريفه الدقيق هو يعني محور بنعمل بي عمليتين وارا بعض. بنعمل الاول دوران. وبعد ما نعمل بنعمل على بلين عمودي على المحور بتاعنا. فيرجع لنا الجزء للصورة مشابهة تماما للصورة الاصلية بتاعته. اول مثال معنا هنبتدي نستخدمه عشان نفهم بيه سيمتري هتلاحظ ان المركب ده احنا رسمينه رسميني السي ال خارجة البرة من وسطوى الشاشة. والبي ار السهم بتاعها للداخل. والاس او في البلين بتاع الصفحة بتاعتنا. تمام? فالمركب ده ما هواش ترياجونال بلانار. المركب ده الزوايا بين الزرات بتاعته ما هيش مية وعشرين درجة. طبعا ده بسبب وجود الالكترونيين اللي على السالفر. تمام? دولا بيعملوا فبيقدوا الى ان الروابط يحصل لها اه تغير في الزوايا ما بينها. تمام? طبعا تفسير ده هنرجع نشوفه في الفيديو بتاع اه في سبر سيوري. اه وازاي بنرسم كمان اللويس اه دوت ستركشور. اه اللي يهمنا دلوقتي ان انت لما تبص المركب ده هل تقدر تحط محور تقدر تحط لاين. اه والدور حواليه تدور المركب حواليه. فيرجع المركب لوضعه الاصلي. يعني لو افترضت معك انك هتحط لاين يضم السالفر والاكسجين مع بعض. كده. لو دورت الجزيء حوالين اللاين ده مية وتمين درجة. ايه اللي هيحصل? اللي هيحصل ان الكلور اللي طلع برا دي هتلف مية وتمين درجة وتبقى داخل الشاشة. والبروم اللي برا. تمام? هتلف وتطلع الاعفوان اللي كانت للداخل هتلف وتطلع برا. تمام? فاصبح عندك المركب شكله مش مطابق للحالة الاصلية بتاعك. لو عملت دوران باي زاوية حواليه المحور ده مش هتحصل ابدا على المركب في صورة مشابهة للصورة الاصلية اللي انت بدأت بيها. لازم هيحصل تغيير. تمام? طبعا اي حاجة لازم ننبه عليها هنا اه قبل ما ما نبص للجزيء. اه ان احنا لما بنعمل اي محور او اي بوينت او اي بلين لازم يمر بالسنترال اتم بتاعت الجزيء. تمام? طبعا احنا دي رسمين هنا السالفر هي السنترال اتم كل ده هتعرف تفسيره في الفي اس بي ار اه في الفيسبر سيوري في وفي الرسم بتاع كمان تاني حاجة ان احنا اي عندنا هو ده اللي بنعمل حواليه دوران بزاوية دوران معينة تمام? واي بنعمل حواليه فاحنا جينا افترضنا ان الجزيء اللي قدامنا ده هنحط محور يمر بالزرة المركزية واي زرة اخرى في الجزيء. فاحنا حاطينا محور يمر بالس مع الاوكسرين مع السالفر. وهنعمل دوران اي دوران انت عايزه? اللي نفترض انك هتدور حواليه المحور بمية وتمين درجة. يعني تلتمية وستين على ان. فاحنا هناخد ان هنا باتنين. فيبقى الدوران تلتمية وستين على اتنين يعني بمية وتمين درجة. فلما تدور حواليه المحور ده بمية وتمين درجة. الكلور اللي طالع لبرة اللي احنا رسميه السهم بتاعها طالع لبرة. بالتأكيد هتلف 180 درجة حوالين جزيء وتبقى جوة يعني مختارقة للورقة داخلها الجوة. والبروم اللي كانت جوة هتلف 180 درجة وتبتدي تطلع برة. لكن السالفر والاكسجين واقفين على المحور زي مهم. يعني هتلاقي ان الشكل بعد الدوران اصبح كده. تمام? ادي السالفر والاكسجين على ناس المحور. والبروم لفت 180 درجة وجدت لبره. الكلور لفت 180 درجة ودخلت لجوة. هل الشكل النهائي ده مطابق للشكل اللي احنا بدأنا به? لا يمكن تمييزه عن الشكل الاصلي? طبعا لا. ازا لا يمكن احنا نحط محور هنا ونقول ان الجزيء ما زال شكله هو هو. الشكل هو هو ابدا. تمام? فازا لا يمكن احنا نضع هنا اه اكسز اوف روتيشن وايضا لا يمكن احنا نضع بوينت اوف اندرجان لو اخترت الاتوم اهيات وحطت بوينت اوف اندرجان. حطت نقطة انقلاب. فالمفروض انك لما توصل خط من اي اتم في الجزيء لحد النقطة المركزية اللي هتحطها. وتمشي مسافة مساوية لها على نفس الاستقامة تجد زر اخر مكافأة لها في اذا افترضنا من الكلور. واعفة هنا. ونقطة الانقلاب عند السالفر. هنمشي المسافة من الكلور لحد السالفر. ونمد الخط المستقيم نفس المسافة للمفروض نلاقي زر تكلور. ما فيش عندنا زر تكلور. ازا لا يمكن احنا نحط نقطة انقلاب في هذا الجزيء. يبقى كده فيه اثنين اثبتنا انهما مش موجودين. وتقدر تفكر انك تحط المحور في اي مكان. حط المحور على الاس مع الكلور مع بعض. ودور باي زاوية الدوران نتعاوزها خط تلتمية وستين اقسمها على اتنين على تلاتة على اربعة. وشوف بعد الدوران هيكون شكل الجزيء ايه? وهتجد انه هو غير مطابق لللي احنا بدأنا به. طالما غير مطابق لللي احنا بدأنا به. يبقى ازا لا يمكن وضع في هذا الجزيء. وتاني سيمتري المنت. لقينا انه هو لا يمكن وضعه. ايضا هو اللي هي الاي. هنيجي نتكلم بقى على لما تبص الجزيء زي ده. هل يمكنك وضع اي بلين اوف سيمتري? اي اه ورقة مستطيلة اي اه مراية. تمر بالمركز بتاع الجزيء. وتجد ان فيه تماثل بين جزئي الموليكيول. يعني. يعني لو افترضت معاك ان احنا حطينا بلين. يضم السالفر والاكسجين مع بعض. طبعا هيكون في مستوى سطح الورقة. هيكون الكلور طالع برة في اتجاهنا. والبي ار داخل لجوه. طبعا لما نيجي نبص على بتاع البلين ده هنلاقي ان الكلور جاية من وان سايد. وما فيش كلور مقابلة ليها من الازر سايد بنفس الزاوية. ازا ما فيش عملية ريفليكشن حصلة في الاتجاه ده. وزا جربت تاخد بلين على اي آآ زارتين تانيين سالفر مع كلور سالفر سالفر مع بروم. هتجد ان هي نفس المشكلة. فلما تدرس المركب ده على بعضه. هتلاحز ان مش موجودة عندك ولا آآ امكانية الوضع آآ اي آآ امكانية الوضع ولا امكانية الوضع ولا وطبعا بالنسبة الاسا ان فهي روتيشن ريفليكشن اكسز آآ روتيشن ريفليكشن اوبريشن. فاحنا محتاجين اصلا يكون عندنا عشان نعمل بعدي ريفليكشن. فما فيش اصلا اكسز اوف ريتيشن موجود. فازن آآ جزيء زي ده لا يوجد عنده الا الا الايدنسي اللي هي بتاعته كسيمتري المنت وحيد. اسئلة زي ازاي? هعرفت اطلع كل السيمتري المنت اللي في المركب. آآ لو انا فيه مشوفته هاش. هيكون ازاي الحل في الامتحان. فيه طرق بنستخدمها عشان طلع كل السيمتري المنت حتى لو احنا مش شايفينها بعانينا. ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الفيديو اللي بعده معه. امثلة تانية لشارح باقي السيمتري المنت.